ايه الحلاوة دي؟ يعني فيه حاجة تفرح كينا النهار دا النهار دا كلنا مبسوطين وفخرين وفرحانين انت بقى يا راجل لعبت مع النادي انت اكتر واحد هتبقى حاسس شعور اللاعبين والجهاز الفني عشان انت عشت المرحلة داية انت حسيت الوضع ازاي النهار؟ يعني طبعا بابارك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني واللعيبة بصراحة موجود كبير جدا ادارة موجود كبير جدا تعاقدات موجود كبير جدا انت عارف انك انت بتلعب كاسرها من عندية وقلت قبل كده ان اول لقاء بيدي دفعة كبيرة جدا للعيبة وطموح بيزيد فيها جدا انت بتتكلم في تاني لقاء بيديك ثقة كبيرة جدا ولعب تموتشين في الاول في الاخ هتلاقي نفسك بتلعب سيم فاينال عكس ريا مدريد بيجي على سيم فاينال على طول او بطل امريكا الجنوبية بيلعب على طول على سيم فاينال انا شايف ان يعني بطولة كبيرة جدا نفوز غالي جدا هتقابل اعظم نادي في العالم ريا مدريد بطولة رسمية ممكن احنا وموتش رسمي في كاس عامل الاندية العالم كله بتفرج عليك النادي الاهلي الحمد لله في العالمية من اول مشاركة في كاس عامل الاندية الناس كلها بتكلم عليك كويس جدا يعني فرحة كبيرة جدا طموح كبير جدا اللعيبة لازم تصدق نفسها انها في بطولة كبيرة تصدق نفسها ان انت ممكن وارد تكسب ريا مدريد يمكن هاخد من الموتش الودي اللي احنا كسبناه في ريا مدريد ممكن انا كان لها شرف ان اكون متواجد في اللقاء هي حاجة نفسية الوضع مختلف طبعا كان فيه جمل عالم موجودة لكن هو كان موتش ودي كان في بداية السيزن والاستعدادات ويمكن احنا كان عندنا معسكر في البرتغال وارجعنا على موتش ريا مدريد دلوقتي انت تتكلم في ريا مدريد بيلعب شغال في الدور الاسباني جاهزين لعيبة نجوم العالم لعيبة دولية جامدة جدا لازم لعيبة تصدق نفسها ينبنى الحمد لله وضع النادي الآهد دلوقتي انك انت بتلعب فطورة كبيرة زي دي الاول اول موتش لينا في كاس عامل انديك وتتجيب جول كان بنسبلك حاجة واو يعني حاجة مجرد جول مجرد جول في كاس عامل الانديك او مشاركة دلوقتي اللعيبة الحمد لله عندنا لعيبة نجوم عندنا لعيبة دولية سواء مصريين او مثلا لعيبة دولية من البرازيل ومن تونس وعلي معلول وديانج يعني شايف ان الحمد لله السكواد اللي موجود في النادي الاهلي لعيبة متكاملة كل مركز فيه 3-4 لعيبة مهمين جدا وده شوفنا في التدوير اللي عمله الراجل الراجل مميز جدا الراجل يعني بيفكر من منو الجزيه اللعيبة اللي بتشارك اللعيبة اللي بره بيفكر يعني انت راجل اشتغل يعني لما اسمع الجملة دي منك هي جملة مهمة جدا انت راجل اشتغلت مع منو الجزيه اعظم من ضرب النادي الاهلي لما تقول ان هو شبه منو الجزيه فقول لي بقى الشبه منو الجزيه في ايه في ايه اول حاجة يعني هو بيختلف شوية في التدوير بتاع اللعيبة لكن منو الجزيه كان بيلعب باستمرار بحوالي 14-15 اللعب بيفضل بيستمر في الدورة وفتوط افراقيا بناس معينة لكن الكاز بيدي فرصة للعيبة اللي هي ما بتشاركش ومش كله برضو كان بيدي بعض اللعيبة بيريح اللعبة الاساسية في حالة واحدة بس لما بياخد الدورة بدري يعني بدري مثلا بأسابيع كتيرة بيدي فرص للناس التالي وكان متعود ياخد الدورة بالضبط فأما بقيت الاسلوب من ناحية قريته للملعب زي مصر المانو الجزيه العامل النفسي بيشتغل عليه بشكل كويس جدا زي مصر المانو الجزيه يمكن شوفنا الجلسة اللي كان بينه بن محمد شريف ولما كان بيتكلم معاه وقال له انت لعيب كويس جدا لعيب دولي فأنا عايزة شوف محمد شريف اللي في اللي أنا شايفه دلوقتي جاب له أهدافه شايفه وقال له وأنا عايزة تبقى محمد شريف اللي بيجيب جوال دي خلاه نفسيا هادي شوفنا محمد شريف قبل كده لما كانش بيشارك كان بيقوم اددق شوية النهاردة مبسوط مشاركش بيبقى مبسوط أو شارك بيبقى مبسوط شوفنا اللعيبة اللي جاية لسه صفقات جديدة شوفناها بره كريستو لعيب العالم كله قالك إزاي ما لعيبش ماتش الزمالك ولكن هو قالك أنا هرياحك ماتش الزمالك وهتلعك بره القايمة بتاعت كارسة عاملان دي لكن هو هتفرج عليه بعد كده اللعيب جامد جدا عندك شادي يتكلم معاك ويز شوفت لقطة أنت كنت جايبها كريم هاي لا واحد بره لسكور واحد أول ما يلاقي نفسه بره لسكور فطبيعي أنه هو هيزعل لكن هو بيتعامل مع كل اللعيبة جوه الملعب داري بكل شيء اللعيبة كلها اللي جاهزة بنجهز كل الناس النهاردة لو كان لقاء ضرالنا للأهلي خسر كانت الناس هتكلم هتقطع فيه تقولك أنت زي ما شيركش بالناس الاسسية لكن هو بيبقى عنده كذا سيناريو في اللقاء وسيناريو للأحداث اللي بعد كده هاي هو حاطة اتنين سيناريو لأنك أنت النهاردة لو كسبت هبقى كسبت بناس برضو مغير فيها وما تعبتش الناس التانية لأنني عندي كمان 48 ساعة أو كمان كم يوم هلعب بطل العالم وبطل أوروبا اللي هو ريام مادريد فبالتالي لما كسب النهاردة كسب حاجات كتير قوي كسب بسلاس نقاط اللي مهمين جدا نصعدوك سمي فاينال في نفس الوقت الناس اللي شاركت ريحها عشان ما يبقاش فيه تعب لأن أي حد أو مثل مانو الجوزي كان هيلعب بناس الاساسية ما كانش هغير ودي الميزة اللي الرجل بيعملها ان هو بيعمل ما شايف دي ميزة عند الكرار عن مانو الجوزي دي ميزة مختلفة مش هقول أفضل ومختلفة عن ممكن الظروف كمان اللي بيلاع فيها مارسل كل الوقت بكتش موجودة يعني الوقت دغط المباريب بقى أكتر بكتير صحيح فأنت محتاج غزبا عنك تعمل تدوير كتير يعني كل الوقت عشان دغط المباريب كبير بعدين يا كريم في ميزة كمان حصلت ان لعبت النادل أهل الدولية احنا شوفناها السنة اللي فاتت قبل كاس العلم برضو أولا مكرروش راحة تاني حاجة كانوا مجهدين جدا اللي هم كانوش شاركوا بصفة قصية مع المنتخب أو حد كان ما بلعبش بصفة قصية مرايحين شوية او كنا محتاجين حد في نص الملعب كان السلية لعب في اللقاء فالنا عايز أقوله ان نادي الأهلي طبعا كابتر خطيب في مجلس الإدارة مع تنصيق مع مستر كولر مع كابتر سابع محافيز وكابتر سامي قاعدوا قالوا احنا لازم نشوف حلول لقدام مش دلوقتي ايه هي بقى ان انا ريح الناس دي فطلع ناشئين الناس دي تاخد راحتها مع الصفقات الجديدة مع استعداد كويس للسيزن تتكلم في أول دوري تتكلم في كاس مصري وصلت للنهائي كاسفان سوبر السوبر تلعب كل كام سيمي فاينال كاس العالم فكل دي رؤية قبل كده طب انت عندك لعبة تانية مهمة جدا اعمليه ابتدأ طلع اعارات يفودوني السنة اللي جاي زي ما عملت السنة اللي فاتد ولا قبلها طلعت الناس صغيرة اعارات باكي رجعت تتبيهم انا مجسب دلوقتي بقى عندك واحد من احسن المدافعين في مصر اللي لم يكن افضلهم يعني محمد عبد المنعم عبد المنعم الاعارات صحيح